اسرائيل قد يكون من مصلحتها أن تتعرض إلى هجوم إيراني لأن هذا سيسحب أمريكا في تغيير مواقفها السياسية الداعمة فبالعكس هناك مصلحة لإسرائيل في أن تتعرض لمثل هذا الهجوم والضربات التي صارت في خليج عمان للباخر الإسرائيلية كانت واحدة من الموضوعات التي طرحت في النقاش بين وفود الموساد الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الجديدة هذه النقاط التي دائماً هناك بصالح في الدفع نحو المواجهة العسكرية في إيران هناك أيضاً تيار يفضل المواجهة العسكرية وهو تيار التشدد وما يحب أن هذه الأدوات الدبلوماسية وهذا الخلاف اللي بينهم بالذات بين تيار سليماني وتيار ضريف وما عكسها التسريب الصوتي الأخير وهذا عبر عن خلاف كبير في داخل الإدارة الإيرانية في مواجهة الوضع السياسي في المنطقة وبداية الموقف مع إسرائيل